مجز لأهم وآخر الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم بعضها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزا ومواساة في سجهاد مدير إدارة التخطيط بشرطة محافظة مأرب المقدم البطل فيصل أحمد محمد حميد وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة التحرير والكرامة ونوها فخامة الرئيس في برقية العزا بمجسده الشهيد من مآثر وأدوار وطنية وبطولية بمعارك الشرف والعزة في سبيل الخلاص من ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة إيرانيا وعبر رئيس الجمهورية عن تعازيه الحرة وموساته الصادقة لأسرة وأقارب الشهيد ومحبه وزملائه في إدارة أمن محافظة مأرب مبتهلا إلى الله عز وجل لتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون إلى ذلك بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح برقية عزا وموسا في استشهاد مدير إدارة التخطيط بشرطة محافظة مأرب المقدم البطل فيصل أحمد محمد حميد وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة عشر نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والنظانية في معركة السعادة الدولة والجمهورية وهزيمة ميليشة الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران وعبر نائب الرئيس عن أحر التعازي وأصدق الموساة لأسرة وأقارب الشهيد سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان ناقشت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضر موت في اجتماعها برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الخطط الأمنية وآليات تنفيذها وتطورات الميدانية على صعيد مواجهة ميليشة الحوثي الانقلابية وأكد وزير الداخلية على تشديد الإجراءات الأمنية ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وكذا تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والسلطة المحلية للحد من الجريمة والحفاظ على السكينة العامة أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإريان جرائم القتل الوحشي اليومي والممنهج التي ترتكبها ميليشة الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين وأوضح أن آخر تلك الجرائم أسفرت عن مقتل ثلاث مدنيين وإصابت اثنين آخرين جراء سقوط قذيفة حوثية على سيارة كانوا يستكلونها في طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشي خرب محافظة تعز وأشار الإيريان إلى أن ميليشة الحوثي الانقلابية تصاعد عمليات قتل المدنيين في محافظات مأرب وتعز وغيرها من المناطق دون تفريق بين أطفال ونساء وشيوخ في ظل صمت وتجاهل مخزي ومعيب من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب في عدن مع نائب منسك الشيون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديوجو زوري لأوجه التعاون والتنسيق المشترك بجأن تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن أكذ خطط الاستجابة الخاصة بمحافظة مأرب في ظل سمرار الانتهاكات والممارسات الإجرامية لميليشة الحوث الإنقلابية في عدد من مناطق ومدن مأرب وستعرض لقى الجهود المشتركة من أجل توفير المعلومات اللازمة حول المشاريع والاحتياجات ذات الأولوية والسير بطريقة متوازية لتلبية الاحتياجات التي من شأنها المساهمة من تخفيف معاناة الفئات المجتمعية المستهدفة بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدا مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى بلادنا ديوجو زوريلا مجالة الدعم الإنساني والصحي والاحتياجات المريحة لدعم القطاعات القطاع الصحي في بلادنا وسعرض الوزير بوحيبح لأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد لا سيما في كل من بيحان بمحافظة شبا ومحافظة البيضاء ومناطق جنوب محافظة مأرب جراء الأعمال القتالية فيها وكذا ما تشكله تلك الأوضاع من ضغط على مدينة مأرب والمرافق الصحية انتهى الموجز شكرا للمتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة